العملية الثامنة صفحة 35 في 18-1 قامت المؤسسة بعمليات تنظيف وغسيل لشركة الخزامي مقابل مبلغ 30 ألف ريال ووعدت شركة الخزامي بسددها خلال الأشهر القادمة والمطلوب تحليل هذه العملية إلى الطرف المدين والدائن ثم إثباتوها في دفتر اليومي لإجراء تحليل هذه العملية لتحديد المدين والدائن نلاحظ أنه هنا قامت المؤسسة بتقديم خدمة للغير وهي خدمة عمليات التنظيف والغسيل ومعنى خدمة مقدمة للغير تعني بالنسبة لهذه المؤسسة أنها إرادات والإرادات مثلها مثل الخصوم طبيعتها أنها دائنة وحيث أننا قدمنا خدمة للغير إذا حدث زيادة في هذه الإرادات ولزيادة أي حساب تكون الزيادة في الجانب الطبيعي له أي أن الطرف الدائن في هذه العملية هو الإراد الذي نتج عن الخدمة التي قدمت إلى الغير من ناحية أخرى نجد أن من حصل على هذه الخدمة وهي شركة الخزامي لم تدفع وبالتالي فهذا حق عليها هذا يمثل بالنسبة للمؤسسة حق على الغير هذا الحق على الغير نسميه مدينون وحيث أن المدينون أصل وطبيعة الأصل أنه مدين وحدثت به زيادة فتكون الزيادة في نفس الجانب إذن الطرف المدين هو المدينون شركة الخزامي إذن الطرفين في هذه العملية الطرف المدين هو المدينون والطرف الدائن هو الإيرادات نعيد ذلك مرة أخرى ونقول أن المدينون حدثت به زيادة بمبلغ 30 ألف وهي أصل والأصل مدين ولزيادته يكون أيضا مدين إذن الطرف المدين في هذه العملية هو حساب المدينون ونكتب بين قسين اسم هذا المدين وهو شركة الخزامي في الجانب الآخر نجد أنه حدثت زيادة في إيرادات والإيرادات مثل الخصوم أي أن طبيعتها أنها دائنة ولزيادتها تكون دائنة معنى ذلك إذن الطرف الدائن هو حساب الإيرادات لإذبات ذلك في دفتر اليومية نقوم بإعداد الدفتر الذي يتكون من أربع عمدة مدين ودائن والبيان والتاريخ نأتي للسطر الأول ونكتب به الطرف المدين ونكتب قبلا منه كلمة من من حساب المدينون شركة الخزامي وفي نفس السطر نكتب المبلغ وهو 30 ألف في تحت في العمود المدين ثم نكتب صمتي تقريبا ثم نكتب الطرف الآخر وهو الإيرادات ونكتب قبل منه كلمة إلى بما يعني أنه طرف دائن ونكتب في العمود الدائن المبلغ وهو 30 ألف في نفس السطر نشرح العملية ونقول تقديم خدمات غسيل لشركة الخزامي على الحساب وهذا يمثل شرح القيد ثم نكتب التاريخ يوم 18 واحد نأخذ خط لنصل العملية عن العمليات التالية لها